يعني هو معظم العالم العربي بيتطلع لمصر سواء سياسيا أو روحيا أكبر كنيسة موجودة في الشرق الأوسط طبعا الكنيسة القبطية الأرتدوكسية في مصر وفي تغيرات من لاحظ من خلال برامجنا في ناس عندهم قلق ومخاوف على الأحداث اللي بتصير ومن ناحية تاني منشهد تقدم روحي عظيم للكنيسة أنه الكنيسة بتشهد وبتواصل شهادتها كشخص بتخدم الرب إذا هذه التغيرات هل فيه شيء معين لتقدمه حتى بالتحديد للمصريين اللي بيشاهدونا في هذه الحلقة أنا بقول للجميع إحنا ما عندناش قلق بالنسبة للأظروف الحالية وككنيسة ما عندناش أي قلق بل بالعكس برجاء مبارك يملأ قلوبنا ننتظر أيام كلها مجد أيام كلها مجد وإن كان اللي بيحصل ده من أول ما حصل إحنا علنا وقلنا إن اللي حصل في مصر ده بيد عالية أمور ربانية لابد حيتلوها أمور ربانية والأمور الربانية نتوقع بكل ثقة وإيمان إن في أمور مباركة جدا جاي على مصر وعلى الكنيسة بالذات وعد الرب مبارك شعبي مصر لابد يتحقق وهل تؤمن أنه راح النهضة تيجي لمصر؟ النهضة بدأت في مصر والعمل بدأ في مصر ومن حوالي شهور قليلة الرب أعلن وقال سنرى عجبا وبدأ العمل الإله العجيب لكن ما في عمل إلا فيه أيضا ضيقات وإنت كشخص بتخدم الرب أكيد وجهة ضيقات لكن إيش الدرس اللي ممكن نتعلمه من خلال الضيقات من درسك العمل إنتي؟ ليكن في ضيقات أو تهديدات أو مضايقات ليكن أنا حسأل سؤال هل في إنسان مهما أوتي من قوة أو مركز أو جبروت له سلطة أني وقع شعرايا من شعري؟ لا هل له سلطة أني يقول فيكون؟ لا من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ الإنسان ده مهما كانت قوته وإمكانياته طالع من حسابتنا تماما إحنا بنخدم ربنا واسقينه أنه حيعمل عمل مبارك والعمل حيتم والبركة حتعم والبركة جاية على مصر وبقول لكل إنسان ما تخافش ما تخافش إله قوي واعد بالبركة في الوقت المناسب في وقته يسرى